يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر الأهلي بعد ساعات يلتقي سانداونز في جنوب أفريقيا في مباراة زهاب نصف نهائي دوري الأفريقيا إنه دي الأهلي هيلعب الساعة تلاتة العصر لا يحمل طبعا أنه حقاكم عارفينه مش عايزة تكرر الكلام لا يحمل ذكراد سعيدة في آخر مباراة بين الفريقين في جنوب أفريقيا في دورة أبطال أفريقيا وقتها كان مارس الكورر لسه ما خدش على أجواء في القرارة الأفريقية لسه ما خدش على أجواء كيف يتعامل مع المباراة الأفريقية الخارجية في تفاصيل كثيرة لقى لي خسر خمسة سانة اللي فاتت من سانداونز بعدها مارس الكورر تعلم الدرس وفاز في النهاية بالبطولة وده الأهم وده الأهم بكرة الناس ألقنا تقولك النتيجة تتكرر مع النتيجة تتكررت مع الأهلي مرتين من نفس الفريق أنا بأكد لك أو أتصور بلاش أأكد لك دي عشان كل حاجة في علم الغيب يعني بس أتصور أن الكلام ده ما ينفعش يتكرر تاني ليه؟ أن الأهلي اللي وقت تشكلته أقرب للكمال والمثالية أن مارس الكورر تعلم جيدا الدرس أن الأهلي في حالة جيدة جدا أن صانداونز نفسه عنده غيابات مؤسرة كبيرة ومهمة المباراة الساعة 3 العصر ودي هقف عندها لحظة واحدة الحكاية أنه الأهلي كان من المفترض أنه يواجه صانداونز في المباراة دي الساعة 7 مساء وده ما هو وعد مريح للنادي الأهلي في المباراة الخارجية معاد كويس وكان هيلعب مباراة العودة في القاهرة الساعة 4 العصر ودي برضو حاجة غريبة فالمباراة بتاعة 4 العصر بتاعة الكهيرة بقت 9 ساعة 8 بالليل والمباراة اللي كانت 9 ساعة 7 بالليل في جنوب أفريقيا بقت 9 ساعة 3 العصر أولا الحكاية هنا فيها أنه من صانداونز دايماً بيلعب الأهلي العصر ودايماً صانداونز بيلعب مع فرق شمال أفريقيا عموماً العصر ما بيلعبش بالليل في المقابل بيلعب مع الفرق الأخرى الفرق الأفريقية الأخرى لمن غرب أفريقيا مثلاً بيلعبهم عادي جداً بالليل الساعة 6 الساعة 7 الساعة 8 بالليل بس ييجي عند فرق شمال أفريقيا ويلعبهم بالنهار عشان هو عارف وفاهم أنه ده ممكن يأثر على فرق شمال أفريقيا مش الأهلي بس بالمناسبة عشان بس الناس المتصورة أن صانداونز بيعمل كده مع النادي الأهلي بس لا ده مش حقيقي هو بيعمل كده مع فرق المغرب مع فرق تونس مع فرق الجزائر وده حصل في البطولة بتاعة الدورة بطالة أفريقيا الموسم الماضي لكن مع فرق من غرب أفريقيا ييلعبهم بالليل عادي اللي هقول لك ده معلومة اللي هقول لك ده معلومة وليه النادي الأهلي ما اعتراضش رسميا على تغيير موعد مباراة الزهاب مع صانداونز ليه ليه على القالة ما أظهرش احتجاك أو اعتراض أو ديء في هذا الأمر ده سؤال الترح وليه مباراة العودة كمان تم تغيير موعدة يعني لو مباراة الزهاب تم تغيير موعدها بدل سبع مساء تبقى ثلاثة عصرا غدر أو بعد ساعات يعني وليه مباراة العودة اللي كانت بفوت تبقى الساعة أربعة العصر بقت الساعة تمانية بالليل في القهار ليه الحكاية انه الاهلي طلب تغيير موعد مباراة العودة قال للكيف هنا ليا ألعب الساعة أربعة العصر في القهار أنا بألعب مباراتي بالليل ما تخليني الساعة تمانية فالكيف قاله ماشي موافق فهجيه صانداونز قاله طبعا أنا مش عايز ألعب بالليل أنا عايز ألعب بالنهار فهيجيه الكاف وافق الحكاية فين؟ الحكاية إن الأهل طلب وصندونز طلب فلما الاتنين طلبوا الكاف وافت أنا أتصور وأتوقع لو الأهل ما كانش طلب ده مجرد توقع لو الأهل ما كانش طلب تغيير موعد مباراة العودة كممكن الكاف يرفض إنه يغير موعد مباراة الزهاب اللي هو صندونز طلب إنه تبقى ساعة ثلاثة العصر بس هو لما الاتنين طلبوا فقال لا خلاص ده هيبقى مرتاح وده هيبقى مرتاح فالاتنين هخليكم مبسوطين عشان كده الأهل ما اعترضش عشان كده الكاف عشان لو الأهل اعترض الكاف هيقوله وإنت طلبت تغيير موعد المباراة وأنا وفقت لك وصندونز ما اعترضش فصندونز في المباراة إزاي؟ بطلب تغيير موعد المباراة وإنت المفروض ما تعترضش فأتصور إنها حاجة ما كانتش يعني أقول إيه فاتت على الأهل عملة بحفظ سنية طبعا يعني مش محتاج يقعد يفكر ويخطط ويقول لو عملت كده هيعمله كده مش تستهل يعني أنا بس بقول الكلمتين دول إيه عشان جماعة مش محتاجين برضو نكبر الموضوع عاوي مش محتاجين نكبر عاوي أنا شايف ناس كتيرا بتتكلم وفي ناس متعصبة ومتنرفزة ومؤمرة وحكاية على الأهل ما فيش الكلام ده هم قلت لك الموضوع بسيط كده كده سنداونز بيلعب مع في الأشمال الأفريقيا بالنهار كلها مش الأهل بس فلما لقى الفرصة أنه يطلب طلب وتوافق على طلبه بناء على موافقة الكاف على طلب النادي الأهلي في تغيير مباراة العودة موضوع أبسط من البساطة أنا في رأيي أنه التركيز لازم يبقى على الأمور الفنية بقى أكتر الأمور الفنية يعني الأهلي يكسب بكرة يلعب بترية عاملة إزاي التشكيل متوقع إيه ندعم الأهلي نقوله لا يلعب مباراة بكرة دفاعية وتبقى حريص كويس جدا وتعمل تحولات هجومية جيدة ما تاخدش المباراة أنه لا أنا هروح ههجمهم فيشتغلوا عين هم بالتحولات زي ما عاملوا في مباراة الموسم الماضي أو بطولة أفريقيا اللي فات دولة أبطال أفريقيا هم اللي كانوا بيشتغلوا على التحولات فكل هجماتهم المرتدة خطيرة جدا على النادي الأهلي هتديك مثال هتديك مثال بس قبل ما أقفل الحتة دي موعد مباريات سانداونز الأفريقية الموسم اللي فات تعالوا وريك عشان تعرف هم بيعملوا ايه مش الحكاية أهلي وبس يعني سانداونز لعب بيترو أتليتكو صدف بيترو أتليتكو الأنجولي الموسم الماضي الساعة 8 بالليل ده سوري أنا عاسف ده في الدولة الأفريقية السنة دي سانداونز لعب بيترو أتليتكو الأنجولي أنا ملعبوا الساعة 8 مساء ده لسه قريبه لسه من أسبوع فدي ما فيهاش حكاية السنة دي في دولة أبطال أفريقيا لعبوا بمورو البروندي الساعة 7 مساء بقى بص الموسم الماضي في دولة أبطال أفريقيا 2022-2023 لعبوا لباس من سيشل الساعة 6 ونص مساء عادي بالليل جدا سانداونز واجئ أو صداف القطن الكاميروني الساعة 9 مساء يا سلام معد مثالي وبعد كده لعب شبابه لزداد الجزائي يمتى الساعة 4 العصر ليه عشان ده من شمال أفرق لعب الوداد المغربي يمتى الساعة 4 العصر ليه عشان ده من شمال أفرق ده بعده وطبعا سانا فاية لعب الأهلي العصر يعني دي خلاص دي مش ناسينها وعارفينها جميعا فهي الحكاية مش أهلي الحكاية انه هم خطتهم انه هلعب فرق شمال أفرقيا بالنهار واللي سمح بدا انه الأهلي كمان طلب انه مباراته العودة تبقى بالليل فهو طلب تبقى مبارات الزهب بالنهار واحدة بواحدة يعني من الآخر طيب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة